اهلا بكم الى حلقة جديدة من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على اخر المسجدات العسكرية في جبهتي الحديدة والضالع اعلن الجيش مقتل سبعة واربعين عنصرا من الميليشيا في المعارك التي شهدتها الضالع وذكر موقع سبتمبر النيت ان مواجهات اندلعت عقب محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل نحو مواقع في منطقة الحقب بدمت وفي الحديدة توغلت قوات الجيش شمالا على طريق الساحل باتجاه الميناء وبحسب مصادر عسكرية فان قوات الجيش تواجهوا خلال محاولة تقدمها الغاما كثيرة وضعت في البراميل والخنادق وعلى الطرقات لكن وحدات الهندسة العسكرية تعمل على ابطال عشرات العبوات الناسفة كانت تقت زرعتها الميليشيا في احياء عدة بينها عبوات تعمل بالاشعاع والتحكم عنها نتوقف عند هذه المسجدات لنقشة في محرين ما هو حجم التقدم الذي احرزته قوات الجيش في الحديدة والضالع وهل ستستمر فعالية هذه الجبهات ام انها عاصفة وستذهب قبل النقاش نشاهد تقرير معركة الحديدة تتحول الى حرب شوارع فشلت التحصينات التي استحدثتها ميليشيا الحوث الانقلابية طيلة الاشهر الماضية في ايقاف تقدم القوات الموالية للحكومة او هكذا يفترض باتجاه مركز المدينة الذي بات على مرمى حجر من هذه القوات الضغط العسكري الهائل الذي مارسته ما تسمى القوات المشتركة على عناصر الميليشيا في الاطراف الشرقية للمدينة بدأ في تحقيق اختراقات مهمة تمثلت في استعادة مواقع ومنشآت حيوية مثل دوار المطاحن ومستشفى 22 مايو الذي تمترست فيه عناصر الميليشيا طيلة الايام الماضية القوات المهاجمة وصلت الى مبنى الجوازات الذي لا يبعد كثيرا عن دوار يمام موبايل وإلى شارع التسعين بالقرب من مدينة المنصر السكنية فيما دارت وتدور الاشتباكات حول هيئة تطوير تهام جنوب غرب المدينة وفي محيط جامعة الحديدة لا يكفو الطيران عن التحليق في سماء الحديدة وفي توجيه ضربات مؤثرة على مواقع وتجمعات الميليشيا في المدينة حيث تفيد المصادر الميدانية بأن الطيران استهدف أكبر مركز لعمليات الميليشيا نجم عنه سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل ومصابة في طريق اندحارها من هذه المنطقة قامت الميليشيا بتفجير منارة مسجد مجمع إخوان ثابت وتفخيخه أيضا بعد أن اتخذت وطيلة الفترة الماضية مقرا لعملياتها على ما يبدو السيطرة على الدوار بالكامل والآن متقدمين في الحديدة والمباني الجورة لها وعلى القوات الحوثي الاستسلام وإلا سندخل لها بالغوة وإن شاء الله إلى داخل الجبال مران العنوان الأبرز لمعركة الحديدة هو العدد الكبير من القتلى في صفوف الميليشيا والقوات الحكومية أيضا وسط بيانات تؤكد أن العدد الأكبر من هؤلاء القتلى هم في صفوف الميليشيا والذين وصل عددهم بحسب وكالة الصحافة الفرنسية إلى 382 شخصا منذ اشتداد المعارك مطلع الشهر الجاري وفي الأثناء تقوم القوات الحكومية بتفكيك العبوات الناسفة وتطهير مسرح العمليات من الألغام الأرضية التي زرعت بكثافة خصوصا في محيط المدينة وشوارعها الرئيسة وفي ظل اشتداد المعركة في وسط مدينة الحديدة أعلنت مجموعة إخوان ثابت التجاري كبرى المجموعات الصناعية في غرب البلاد بأنها أغلقت المجمع الصناعي التابع لها الواقعي عند الطرف الشرقي لمدينة الحديدة نتيجة تضرر منشآت المجمع وسقوط ضحايا من العمال والموظفين الأمر الذي يهدد مستقبل الآلاف من العاملين في منشآت المجمع نبدأ النقاش مع ضيفنا من الضالع الرائد عادل الجرادي قائد مقاومة جبهة دمت أهلا بك سيادة الرائد بداية لو تضعنا في صورة آخر المسجدات وتطورات في الجبهة لديكم جبهة دمت لين وصلت المعارك؟ إن شاء الله نحن على أكمل استعداد في أعلى الجاهدين إن شاء الله في هذه السرحات الجازمة أول أيام الجازمة على تحل الدمس إن شاء الله طيب ما هي المناطق التي تمت السيطرة عليها حتى الآن المناطق التي توجد مناطق واسعة يعني جاء من جريس إلى الربح إلى الجبل اللاصة إلى جريس الجبلية السبيرة إلى جريس الجزيدي إلى جريس الحجم هذا المسافة الشاسية الذي صدرت المزاوبة الشحبية والجركة الوطنية أعلى الإصطارات حتى أصطار أن يصلوا إلى الحجم طيب بالتأكيد هناك تحديات تواجهكم في هذه المعركة ما هي أهم هذه التحديات التي تواجهكم؟ طبعا لا يجب أن نحن على تحديات يحليق كبير يحليق الأمور الحليط طيبة والشباب المعنون السبعة والأمور المعنون السبعة والأمور المعنون السبعة أن تظفوا سعيد بالمعنون السبعة والشع除 في أن هذا السبعة، وحنا يعني في أسوار الزمس يعني نقدمها بالمئات في أسوار الأيام يعني حتى أنه اتفجروا الجدول أتفجروا الجدول بين الزمس وره على أساس نعيدوا التجدب طيب بالنسبة للألغام الميليشي تقوم بزرع الألغام في كل مناطق التي تغادرها ربما هل توجد لديكم معدات كافية لإزالة هذه الألغام لا حتى لا توجد لدينا أي عدوات عن إزالة الألغام إلا أنه نتجاوز كل الألغام التي زرعوها وكل العبوات التي صنعوها ومثلتها يحب الله لا يفيل عليهم بذلك حتى أصلنا إلى هذا المطلوب طيب ما هي الاحتياجات لكم اليوم في الجبهة هل هناك إمداد وإسناد جوي في هذه المعركة لكم طبعاً هذا الذي قلنا نتمنىه أنه يعني يعني أتلناه يعني أثناد أنه متمركزين في أماكن الحوضاء حيث يجلون بجابة العربات بي عمقية و23 جبابة بأيدي يعني لا يفضع أن أصل إليها أو لا يفضع أن يفكر إليها حتى حقها على الجبابة وقلنا نتمنى أن يعني أتي الطيبان يغربها ولكن ما أخبقنا يعني أخبقوا معنا طيب لماذا تتمنون أن يسندكم الطيران ولماذا الإخفاق لماذا هل لا يوجد تواصل مع غرفة العمليات يا أخي نحن ما هذه والله ليس نحن صغير ولم نتمنى أن نتمنى أن نتمنى أن يحبقوا من الأمعكين المشاكلين فينا طبعا هذه حقنا أنها تتمنى قريبة ونقضي عليها أخبقوا أنهم كثير من المحربات من 2020 وفلسين بي مب درحات وغبابة التي أتمنى أن نقضي عليهم وأن العرضي حق العرضي شكرا جزيلا لك الرائد عادل جرادي قائد مقاومة دمت كنت معنا من الضالع ينضم إلينا من الرياضة الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي أهلا بك أستاذ عبد العزيز تحية لك ولوظيفك الكريم الرائد عادل جرادي قائد مقاومة دمت شكرا لك كيف تتابع سير المعارك التي تقوضها قوات الجيش سواء في الضالع أو الحديدة ولو نبدأ في التركيز على الحديدة لأنه ربما كانت هناك صورة واضحة وضعنا أمامها سيدة الرائد عادل الجرادي بالنسبة لك كيف تتابع سير المعارك اليوم في الجبهة الأهم الحديدة لا حضرات يعني خلنا في الضالع وننتقل من الحديدة لأدول يجب أن نعترف أن عدم قرار سحام دمت في أول يوم كان قرار خاطئ جدا والآن ندفع ثمن طبعا المتحدث الكريم يعني بصفة يعني جزء من الجيش لا بد أن يدافع أقول لك يا خير كريم كان قرار وعبر قناتكم هذا وعبر من قناة ناشة بالتحرك في أول يوم الاستيلاء على الضالع وكانت لم يتم استغلال حالة الصدمة والرعب لدى الحوثة وضر الكثير منهم إلى الرضمة ولكن التساهم في دخول المدينة لعدة ساعات إلى أن الحوثي يأتي بقوة كبيرة جدا من الرضمة ومن الرداع ومن نادرة ويستعيد المضادرة والآن اليوم جاء الحوثي يوم مضاد وأخذ قرية الحقب قرية الحقب كانت محررة والآن معارك تدور في الحقب قرية الحقب نفسها كان قرار عدم اكتحام دمت في نفس اليوم قرار خاطئ جدا نضرب لك على سبيل المثال أيهم أفضل أن تكتحم مدينة الدمت وفيها مئة مقاتل حوثي أم تكتحمها وفيها ألف مقاتل حوثي كان القرار خاطئ جدا وأصبحت معارك الدمت انتصار بطعم الهزيمة هذا بالنسبة لمعارك الدمت والآن أقول بالنسبة لدمت ما زال الآن تحرير الدمت أفضل من تحريرها بعد أسبوع أو بعد عشر أيام أو بعد نصف شهر العوذي اليوم هو الذي بادر بهجوم مبار وأصبح الخش في موضع دفاعية أقول لضيفك الكريم كرسة لمشفرة انتبهوا على ناصة والتهابي ننتقل إلى معركة الحديدة حقيقة معركة الحديدة تصير بشكل إيجابي جدا طبعا عبر من ثلاثة محاور المحور الأول هو المحور الجنوبي على طريق الكرنيشة الجامعة وهذا المحور تقريبا هدفها الضغط على الحوذي لدفعه إلى الخلف المحور الثاني عبر طريق صنعاء من كيلو عشر أو كيلو ستة بالاتجاه عبر شعر صنعاء غربا وهذا الاكتحاب المدينة من العم الطريق الثالث وهو الهدف الرئيسي أو المحور الهجوم الرئيسي اللي هو المحور الشمالي في الأرض البور بعد يتجه الجيش من طريق صنعاء شمالا ثم يستفع إلى الغرب في بناطق شفاضية ولذلك ذرا أن الجيش قد حقق في هذه المنطقة تقدم كبير وأصبح على 65 كيلو متر من طريق الشام أو الطريق الدولي الرابط بين الحديدة وحجة إذا استمرت المعركة بهذه الطريقة فأتقد خلال أيام في حالة وصول القوات إلى البحث من الشمال نستطيع أن يقول أنه تم الأطباق على الحوذاء في مدينة الحديدة ولن يكون أمامهم إلا الموت أو الاستسلاف سنعود للحديث بالتفصيل ما الذي سيكون منتظر في هذا المعركة لأنه هناك مخاوف أو البعض يتروح حتى تتعلق بنا ستتحول إلى حرب شوارع داخل مدينة وربما تستمر لمدة أطول نشرك معنا أيضا من أضالع الناصر الرزاقي أحضر باطل لو تضعنا أمام آخر تطورات العسكرية في الجبهات لديكم في الظالع كيف تبدو الأمور وهل هي في صالح الجيش والمقاومة أولا نشكر القناة بالقيس على احتمامها بجبهات مريس دمت وبجميع الجبهات التي يخذ فيها الدوش الوطني معارك شرسة مع مليشة الحوتية الإيقلابية اليوم تشهد جبهة مريس دمت أعنى في المعارك وأشدها منذ بداية إعلان العملية العسكرية لتحرير دمت جبان والشروع لتحرير محافظة إد مليشة الحوتية اليوم تزج بأفرابها إلى المحرقة محاولة منها بتحديد أي نصر فعلا مليشة تقوم بالقصف العشوائي لقرية الحراب بقضائف الهاون والبيئم مما سبب النزوح من أغلاء الأهالي أهالي المنطقة والآن ما زالت المعارك على أشدها منذ منتصف ليل أمس الماضي على أطراف قرية الحجاب وإن شاء الله يعني جيشنا الوطني يتبقنا الكثير من الخصائح الخبير العسكري من الرياض عبد العزي الهداشي يقول أن قرار المعركة في دمت كان قرار خاطئ في ظل عدم توفير إمكانية ودعم للمقاومة والجيش هناك ما رأيك؟ عندما ندرك أهمية تحرير مدينة دامت والوصول إلى مدينة يريم ندرك أن القرار صائب بإذن الله لأن هذه المناطق هامة استراتيجية مناطق ترتبط فيها عدة محافظات من الشرب إلى الغرب إلى الشمال إلى الجنوب أيضا ستشكر رافدا قوي لدعم البيش الوطني ودعم الشرعية وتحقيق الانتصار الذي هو مطلب الكل مطلب الشعب اليمني ومطلب بيادة الشرعية ومطلب التالف حتى طيب إذن مواقع مهمة ومنطقة مهمة وستراتيجية تلعبها في المعركة دمت لكن التساول الذي طرحه الرائد عادل الجرادي قائد مقاومة الدمت حول عدم وجود وصفه قالنا لديهم أمنيات بتواجد دعم جوي من التحالف لكن حتى الآن أخفقوا في الحصول على هذا الدعم لماذا لا يتوفر الدعم ولماذا لا يوجد شعور بالمسؤولة ربما بأهمية هذه المعركة وتغطية جويا يقول هناك ربما إشكالية تتعرض لها المناطق القصف العشوائي من بضع دبابات متواجدة داخل المناطق المطلة على المنطقة على دمت يمكن لطيران التحالف التعامل معه بشكل سريع والمساعدة قوات الجيش في حرص تقدم طبعا مليشيا الحوثي تتمركز دائما في الأحياء السكنية والمدن لكن نعتقد أنه إذا دخل طيران التحالف واشترك ودخل على خط المعركة فإنه سيكون له تأثير كبير في يعني تسهيل دخول مدينة دمت والوصول إلى الأحداث المرجوعة فيما بعد سأعود للخامير العسكري عبد العزيز الهدى الشام الرياض سيد عبد العزيز بالنسبة لل النقطة المطروحة الآن حول عدم تحرك بعض الجبهات هل من المهم كتكتيك عسكري أن تتحرك كل الجبهات في ذات الوقت مع تصاعد المعارك أم التكتيك المعمول به لأن من قبل قوة الجيش والمقاومة هو صائب لحد دين ما ربما دعني فقط إلى قضية واحدة أنا قلت أن عدم اكتحام مدينة دمت قرار عدم اكتحامها في أول يوم من أيام المعارك كان قرار خاطئ أما بالنسبة للتحريف دمت فإن التوقيت كان مناسب ولكن عدم اكتحام المدينة نفسها وتأجيل الاكتحام وتركوا فرصة للحوثي يأتي بالجنود وتركوا فرصة للحوثي يجيب دبابات وتركوا فرصة للحوثي يلقم لا كان فيه ولا لغم واحد بين الحقب وهدام الآن الحوثي يلقم وتركوا فرصة للحوثي يلتقط أنفاسه وتشرب قواته ثم يقول لك سوف نحرر دمت كان تحريرها أولى وفيها عشرات الجنود أو مئة الجنود الآن فيها آلاف من الحوثة كان بالإمكان أقول للأخب الناطق وماذا عن المدنيين الذين كانوا متواجدين في تلك اللحظة في تلك المناطق ربما أجل قرار الاقتحام مراعاة للمدنيين المدنيين لا توجد حرب نظيفة لكن كانت الخسائر في سوف المدنيين سوف تكون أقل الآن سقط لدينا عشرات الشهداء من المدنيين في الحقب وسوف يسقط الكثير في الحقب وغير الحقب كان يفترض اقتحام المدينة وإن يسقط يا راجل المعركة التي تم الانصار فيها سقط خمسة الشهداء بينما بعد انتهاء المعركة سقط ما يبارد اقل عشر شهد بينهم نساء وأبطال لو تم الاقتحام لن تكون كان الحواذة قد فروا أكثرهم فروا منها كانت شيء خالية لكن عدم قرار الاقتحام كان قرار خاطئ جدا وأستطاع الحوذي إرسال وساطة أنه سوف ينسحب خلال ساعتين وثم ما أطلق الوساطة إلى منتصف الليل كان الحوذي قد وصلهم مئات المباسدين الرداء ومن يريم ومن كل مكان كان القرار خاطئ عودة إلى سؤالك بالنسبة كان بالإمكان يكلم الأخ ناطق اسمه كان بالإمكان الوصول إلى بناء بالراحة وعمل سواتر دفاعية وقناتج دفاعية هناك الدفاع عن دم لكن حصل ما حصل بالنسبة لعدم تدخل الطيران هذا ناتج إما عن شرط تنسيق أو إلا عين الرضاء عن كل عيب كليلة وعين الصخط بالمساوئة لم نكن بحاجة إلى طيران لأننا لدينا جواء عسكريين ولدينا آلاف المقاتلين من المقاومة الوطنية يعني المتطوعين والحوذي كان أصداعتها السقيلة سقطت يعني في ناصة وفي التهام وفي غيرها لم يكن الحوذي الذي في داخل دم لا يمتلك نسو أصلاحته والشخصية والحوذي لا يقاتل بطيران نحن نتفوق في محور الدم بنسبة واحد إلى عشرين التفوق عشرين من مصارح الجيجي الوطني مقابل واحد حوذي لكن الآن تعقدت المعركة ولن يتم تحرير دمت الآن إلا في تدميرها عودنا إلى سؤالك بالنسبة للإسترافية العسكرية لتحريك الجبهات ملاكنة وعين ما يسمى الهجوم الشامل الهجوم الشامل لكن تكون لديك جبهات رائسية بقية الجبهات تكون للمناورة والاستنزافة العدو والتبويه بحيث انها نشكل عدة جبهات ليس الغرض من هالهجوم وإنما المناوشة وسحب العدو إليها لكن نركز على محاول رائسية يفترض الآن فرضا جبهات الملاجم شغالة جبهات قانية شغالة جبهات الحديدة شغالة جبهات صعدة شغالة جبهات دم شغالة والآن جبهات مهم متوجفة لو تحركت جبهات مهم الآن بجدية وحتى بدون العودة إلى التحالف لحقكت انتصار لأن الحوثي لا يتوقع حجوبا منها فأنت تهاجب عدوك في الوقت الذي لا يتوقع الهجوم وتضربه في نقاط ضعفه نعم طيب أعود للمقدم نصر حضب بطل والرابع مشاه سيادة المقدم الآن بالنسبة لتأمين المناطق المحررة في جبهة الضالع هل هناك إشكالية موجودة لدى القوات الجيش والمقاومة في تأمين هذه المناطق ما هي الخطط لأنه يقال أن ما حدث اليوم في منطقة بيت اليزيدي ربما يضع علامة استفهام على أداء الجيش والمقاومة في المنطقة طبعا منذ يعني الوصول إلى مدينة إلى قرية الحجب المعارك مشتعلة ومستمرة على مدار الساعة وبالنسبة مثلا للتأمين التأمين الجاري وإن شاء الله سبحانه وتعالى اكتحام أو الدخول إلى مدينة دامت وتحريرها وذلك يكون بدون اكتحام سيتم بإذن الله وأحب أن أطمن ضيفك الكريم أنها خطة وضعت والخطة ما زالت يعني تمشي حسب ما حدد لها لا جلق سواء أن دخلنا دمت نفس اليوم يوم الاثنين من الخمسة نوطنبار أو لاحقا سنبطل بإذن الله سندخل شكرا لك ناصر رزاقي حضو الباطل والرابع مشاه أختم مع الخبير العسكري عبد العزي الهداشي برأيك ما الذي يمكن أن تسفر عنه اليوم المعارك سواء في جفهة الضالع أو الحديدة أنا أعود إلى الضالع ما حدث في بيت اليزيد اليوم من إطلاقنا نذية الرومانسية الزائدة في الجيش الوطني هناك ناس متحوثين وقاتلوا مع الحوثي ثم تدخل المقاومة وقالت عف الله عما سلف كسر الله خيركم طبعا هذا يجب أن يتم أفضل متحوثين والذين قاتلوا مع الحوثي يجب سجنهم حتى ي cricket بعد الأحتياط وإعتقالهم الآن الناس لا يحبوا أن يقفوا ملع الجيش الوطني لأنهم يقولوا لو وقفنا مع الجيش الوطني وعاد الحوثي سوف يفجر بيوتنا لكن الأفضل أن نقف مع من؟ نقف مع الحوثي لأن给 الجيش الوطني لكن لو وقفنا مع الجيش الوطني سوف يفجر بيوتنا الحوثي يجب أن يضرب بيد من حديث أي واحد قاتل لا ينهى لقب الله على الذين يقاتلكم في الدين لكن الذين قاتلوا مع الحوثي يجب اعتقالهم يا أخي ما صاروا شيء يقول عفا الله عن سلف هذا قتل هذا قلص هذا فجر يتركوهم قالوا عفا الله عن ما سلف أعتقد هذه الرومانسية ما قد حصلت شيء في أي مكان في العالم هذا بالنسبة للجبهة الدم أتوجه أن تظل المعارك سيال الآن يعني اقتحمد زلان صعد يدد والجايد يعرف ذلك بالنسبة لجبهة الحديدة أتوجه حرب شوارع مريرة إلا إذا تم الوصول إلى طريق الشام بسرعة في الثلاثة أربع أيام إلا أتأخر الوصول إلى طريق الشام فحرب شوارع مريرة تكون الحديدة هي مدينة ستاليمين في العالمية الثانية أشكرك جزيلا الخبير العسكري عبدالعز الهداشي كنت معنا من رياض وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة من زوايا الحدث في الختام تحية الطاقة من برنامج ومنتج حلقة هذا المسأل ومنتج حلقة هذا المهرب من ذلك